بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقف عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أسمها على أبويك من قبل إبراهيم وإشحاق إن ربك عليم حكيم لقد كانت يوسف وإخوته آيات للسائلين إن قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أبقرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الزئد وأخاف أن يأكله الزئد وأنتم عنه غاتلون قالوا لئن أكله الزئد ونحن عصبة إنا إذا لخاترون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يسعبون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستجق إنا ذهبنا نستجق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الزئد وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قنيصه لدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأجلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله علم بما يعملون وسروه بثمن بخش دراهم معدودة دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال لإشتريه من نصر لمرأته أكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخله ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه ثقما وعلما وكذلك نجزي المسلمين وضاودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتلك قال معانا الله إنه وبي أحسن مسواه إنه لا يصلح الظالمون ولقد همت به وهمتها لولا أرئي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قنيصه من دبر وقدت قنيصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وسهد شاهد من أهلها إن كان قنيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قنيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصارحين فلما رأي قنيصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن على نريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن شكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاشتعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرب عني كيدهن أصل إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيات قال أحدهما إني أريني أعفر خمرا وقال الآخر إني أريني أحمل فوق رأفي خبزا تأكل خير منه نبئنا بتأويله إنا نريك من المجتمين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعفوض ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي الشجن أرباب متفرقون خير أن الله خير أن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أشمع أن سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوه إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي الشجن أما أحدكما فيشكي ربه خمرا وأما الآخر فيطلب فتأكل الطير من رأسه أبي الأمر الذي فيه تستفيان وقال الذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبيت في السجن بضعة سنين وقال الملك إني ألع سبع بغرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حفظتم فذروه في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يغاث الناس وفيه يعفرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حطحط الحق أنا راوته عن نفسه أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لهوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نبيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء يخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أو في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنرابد عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئش بما كانوا يعملون فلما جهزهم لجهازهم جعل الشقاية جعل الشقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لشارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنصد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك من للظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل لعاء أخيه ثم استخرجها من لعاء أخيه كذلك كذبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يشرق فقد شرق أخ له من قبل فأشرها يوسف في نفسه ولم يمزها لهم قال أنتم شرق مكانا والله أعلم بما تطفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المسلمين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأتوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك شرق إن ابنك شرق وما شهدنا إلا بما علمنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصابقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فطبر جميل عشى الله أن يأفيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا سالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أسكوبتي وحزني إلى الله إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأتوا من روح الله إنه لا ييأت من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا آه إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يبيع أجر المسلمين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقنيصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوه إني لأجد لي حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدين فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا دنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرف وغروا له سجدا وقال يا أبت هذا سأويل رؤيا ينقبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أدوه إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الشاعة بغتة أو تأتيهم الشاعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه شديلي أدعو إلى الله على بحيظة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يشيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصبيق ولكن تصبيق الذي بين يديه وتفشيل كل شيء وتفشيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون